مباراة الساعة ساعة ساعة إن شاء الله مع الوديد المغربي والهلال السعودي وطبعاً دي مباراة بقى عربية مية في المية فإحنا بنتكلم بقى عن عوامل كتير عندك السعودي عند البلد المبيف ورهبة اللاعبين فكلمنا بقى عن مباريات النهار ده وشايف متوقعين هاخد منك التوقعات الأول ونتكلم بالتفصيل توقعات برضو نتائج لازم كل ما تيجي هنا توقعات وننزع ليها أنا متوقع أن الهلال هيفوز بالنتاج الكبيرة على الوديد حتى لو هو بيلعب في المغربي تفتكر؟ الفكرة كلها معتمدة على أن هم كفريه ما بقوش بنفس القوة الكبيرة سيد سعيد النصير رئيس نادي الوديد ما دعمش الفريه بشكل كبير جداً خصوصاً أنه كان عندهم تخبطات فنية شوية حسين عموتة شوية ده مدير فني ميشي بعد كده جابنا مدير فني تاني وهكذا لغاية لما وصلوا لمهد النفط وده كان لعيب بيلعب في الدورة الأسبانية على المستوى المبارسة قلت حركة الهلال يكسب منتاج كبيرة حركة بتحبي دايماً الأركم 2-0-3-0 عرفت خلاص هم كعناصر الهلال هم معهم مدير متمرس جداً وهو رامون دياز وفي نفس الوقت عندهم عناصر قوية جداً يعني أنت متوقع لماتش النهاردة 2-0 أو 3-0 صالح الهلال السعودي لماتش الأولاني سياتل والأهلي لماتش الأهلي إن شاء الله احنا هنكسب بس المباراة تبقى صعبة شوية يعني مثلاً 2-1-1-0 ممكن 3-2 دا لأمور وصلت لمرحلة إن إحنا بقى عندنا مساحات كبيرة عندنا نلعب بها طيب